موسيقى النفايات اللي كتكون في البحار والشواطئ المغربية وباش نخبرو جميع المتدخين وطبعا المواطنين والزوار للمملكة المغربية اللي بالحالة البيئية للشواطئ اللي كي يستحموا فيها وهذه فرصة طبعا باش نشيدو بالمجهودات مجهودات صراحة جبارة اللي كيقوم بها كيقوموا فيها كل الفاعلين الفاعلين من الحكوميين والفاعلين حتى من المجتمع المدني والمتدخلين في المتدخلين حتى الإداريين في تجويد وتحسين جودة شواطئ هاد المملكة ويساهم كيساهم هاد البرنامج الوطني لرصد جودة مياه البحر والرمال ايضا باش نمنحوا اللواء ديال اللواء الازرق لشواطئ اكتر نضافة ببلادنا ولكن ندرج ايضا في اطار المجهودات جبارة اللي كتبدلها مؤسسة محمد السادس للبيئة تحت الرعاية السامية لصاحب السمون الملاكي الاميرة للاحسنة وان شاء الله هاد البرنامج كيعرفوا حد تطور مستمر كيفما كتشوفوا بوراكم كانوا واحد ورشة اللي كتبين النتائج دير هاد البرنامج وكتزايدات تزايد عدد الشواطئ اللي كتخضع لعمية الرصد نتاقل دكشي من تسعدو سبعين شاطئ في الفين وجوج ووصل اليوم مية وتلاتة وتسعين شاطئ اللي كان رصدو بربعمية وستة وتسعين محطة ولكن هاد الربعمية وتسعة وتسعين محطة غير كافية لأنه نسبة المحطات ديال المراقبة ديال المياه الصالحة لاستحمام كيفما كتشوفوا في الورشة اللي قدمنا اليوم هي واحد العدد اللي هو مستقر على العموم الشيء اللي كتطلب المزيد من المجهودات والمجهود والتعبئة ديال كل المتدخلين في هاد في هاد مجال باش نعبؤه الموارد طبعا المالية وأيضا الموارد البشرية اللي غاد تمكننا باش نشتغلو على الرصد ديال المشاكل البيئية اللي في الساحل بخصوص نفاية البحرية كيفما قلت في المقدمة ديالي نفاية البحرية على اللي أموم كنلقاو ما بين 70 حتى 80% ديال النفاية البحرية متواشدة في البحار والسواحل كتجي من مصادر برية وهذي مسألة جد مهمة وجد خطرة في ميدان في ميدان حماية البيئة وكيفما قلنا في العروض ديالنا النفاية البلاستيكية كتشكل أكتر من 80% طبعا نحن نشوفو النفاية الكبيرة لمكخو لمكخو ديشي البلاستيكية ولكن المشكلة أيضا اللي كان هو العينات الصغيرة اللي كتضر بصحة ديال المواطن والمواطنات والزوار والسياح في المغرب اشتركوا في القناة لا تنسى